ومشاهدين بدون سلام لا يستطيع العالم أن يتنفس هذا السلام له الأبعاد الإنسانية والأخلاقية ونحن نحكي ونتحدث في هذا اليوم عن العالم والإنسانية بشكل عام لكن هناك مهددات للسلام فاسمحونا أن نرحب بالخبير بالشؤون الدولية في الإهرام المصرية الأستاذ أحمد سيد أحمد أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا أهلا بك وأهلا بك أستاذ أحمد الآن في ظل المهددات اللي عم بتهدد السلام العالمي في العالم حروب ونزاعات عم نشوف أشكال إلها حتى مختلفة وليست حروب تقليدية ما هي فرص السلام في العالم في ضمن هذه التهديدات في الواقع أن العالم بيعيش فترة غير مسبوقة حقيقتها وحالة من غياب السلام في العالم وهذا الغياب بيرجع إلى عوامل كثير أبرزها طبعا حالة الاستقطاب الدولي بين القوى الكبرى هناك حالة ما نسميه دائما في العلاقات الدولية بعسكرة العلاقات الدولية خاصة من الجانب الأمريكي يعني الحرب الروسية الأوكرانية هي نتاج أو مظهر لهذه العسكرة الدولية هناك صراع بين القوى الكبرى على النظام الدولي أمريكا تريد الهيمنة والانفراب والحفاظ على الأحاديات القربية التي سادت منذ أكثر من ثلاثة عقود هناك دول تهدد هذه الهيمنة الصين وروسيا أمريكا تتعامل معها في استراتيجية الاستنزاف هي تحجم الصعود والصين والروسيا استنسخت أو أشعالت حرب أوكرانيا للاستنزاف روسيا تحاول الآن إشعال جابهة آسيا من خلال طيوان لاستنزاف الصين وبالتالي هذا الصراع الكبير الذي يكشف لنا حجم أو غياب السلام في العالم لأن الدول الكبرى لم تتوافق هذه الدول هي صاحبة الفيتو في مجلس الأمن الدول يعني أعطيها الفيتو بعد الحرب العالمية الثانية في مجلس الأمن كجهة مناطبها حفظ الأمن والسلم الدولي كانت الفكرة الأساسية أن هذه الدول المنتصرة في الحرب ستجتمع وستتعاون في الحفاظ على السلم الدول منع كارثة أخرى مثل الحرب العالمية الثانية التي أودى بما يقارب خمسين مليون بناء آدم في العالم وكانت هناك بسمى ويلات الحروب وكان الهدف هو إنشاء مجلس الأمن والأمم المتحدة لكي يحل السلام في العالم النقطة الثانية الآن أن هناك الحروب الوكالة هناك تصاعد الإرهاب هناك ما يسمى الفكر المليشياوي لأن غياب الدولة الوطنية وتصاعد الفكر المليشياوية هو أجل الصراعات في العالم الآن نشهد حروب أهلية في الدول هذه الحروب حروب مفتوحة لا نهاية له يعني حروب داخل الدول حروب متكافأة بين مليشيات حروب تغزيها أطراف خارجية أجندات لهذا الطرف أوزاك ولذلك وجدنا استمرار هذه الحروب بلا حسم لا سياسي ولا حسم عسكري والنتيجة دائما زيارة عدد اللاجئين والمهجرين تدمير دول ومناطق الحروب الآن والأخطر أنها تجرى داخل المدن حروب المدن هذه المليشيات ليس لها قواعد حتى احترام قواعد الحرب يعني عندما تستهدف المدنيين وتستهدف النساء وتستهدف المنسيات المنانية وبالتالي العالم بيشهد حالة غير مسبوقة من غياب السلام وانتشار الصراع الدول وغياب العدالة والقانون الدولي يعني ما قواعده لم تطبق نهائيا القانون الدولي مغير بمعنى أن النظام الدولي القانوني المتمثل في الأول المتحدة ومجلس الآن هو معطل ومستبعد لماذا؟ لأن الإسلام الفيتو الخلل في صنع القرار الدول يعني كل حرب أو أزمة مرتبطة بالدول الكبرى سواء بشكل مباشر متورطة فيها أو لديها علاقات مع أطراف النزاع تستخدم الفيتو لمنع تدخل مجلس الأمن الدول على سبيل المثال حرب روسيا أوكران لما استطع مجلس الأمن تدخل لهذه الحرب سابة للفيتو الروسي والفيتو الأمريكي والفيتو الصيني لأنهم مرتبطين بشكل مباشر حرب غزة على سبيل المثال فشل مجلس الأمن في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني بسبب البيتو الأمريكي دكتور دون مقاطعة وكأن العالم يريد أن يبقى الصراع نحن نشاهد صراع بين دول كثيرة وبعضها وصراعات كثيرة داخلية داخل الدول بين الدولة ونفسها زي ما حضرتك قلت ميليشيات من داخل الدولة وده فتيل شغال لا تنتفق النهر فيه أبدا طيب خليني أرجع برضو وبما أن إحنا اليوم في استوديو القاهرة هنا بصحبة لانا العزيزة شكرا خلينا نتكلم عن لأول مرة في التاريخ يا لانا تشهد الدولة المصرية صراعات وتحديات كثيرة على كافة الحدود المصرية وملتهبة بشكل أو بآخر كيف ترى ده؟ بالطبع أول مرة في التاريخ بشكل غير مسبوك يعني يكون هناك صراع متزامن يعني كانت دائما تشتاع الجبهة وبكرة الجبهات الساكنة الآن هناك الجبهة الغربية في ليبيا هناك الجبهة الشرقية في غزة هناك البحر الأحمر وتوترات وتعديد الملاحة الدولية ثم في الجنوب للأسف السودان الشقيق أزمة مفتوحة يعني مرت عامها في عامها الثاني ثم هناك جنوب الجنوب مشكلة السد الإسيوبي ثم هناك توترات القرن للإفريق كل هذه في توقتهم متزامن تواجه الدولة المصرية ده خلاف الأزمات العالمية اللي بتؤثر على كل دولنا العربية طبع الحرب الرسال الأوكرانية أثرت على كل عالم اقتصاديا وأثرت بيو سياسيا الحروب في العالم لأن العالم الآن أصبح قرية واحدة أي حرب في منطقة أو صراع بيؤثر على بقية العالم حرب روسيا أوكرانيا أثرت على كل الدوم لكن الأول مرة الدولة المصرية حقيقة تواجه كل هذه التحديات ونعود دائما إلى فكرة أو فلسفة الدولة المصرية التي كان دائما الرئيس السيسي يؤكد عليه فكرة الدولة الوطنية لأن ما جرى هو إضعاف هذه الدولة الوطنية إضعاف المؤسسات الشرعية الآن نجد ميليشيات متصارعة سواء في ليبيا سواء في السودان سواء في مناطق أخرى هذه الكارسة لأن هذه الميليشيات لا يلقى أجندات خارجية يتم تغزتها من الخارج ليس لها قواعد تحكم وكل ما هي مصلحتها الدولة الوطنية غير الدولة الوطنية هو مؤثرة وهذه المشكلة الحقيقية لأنها سرعات مفتوحة بلا حسب يعني يستمر سنوات سنوات بينما التدمير والنعاكسات السلبية مستمر ولذلك الدولة المصرية على كل الجبهات يتسعى إلى حفاظ الأمن القومي التعامل من خلال المنظور أو المسمى المقاربة المصرية تتمثل في تسوية هذه الأزمات بشكل سلمي بشكل توافقي بالحفاظ على فكر الدولة الوطنية وحدة وسط ليبيا وحدة وسط السودان دعم الدولة السودانية الوطنية دعم المؤسسات الشرعية سواء في ليبيا أو في السودان في كل مناطق الدولة العربية وبالتالي هناك فترة غير مسبوقة حقيقة والمشكلة والخطورة أن هذا اللي هو تدعيات كثيرة سواء بتعادات اقتصادية تفاقم التحديات الاقتصادية دفع طبعا التحديات الاقتصادية العالمية هناك أيضا قضية اللاجئين والمهاجرين والذين طبعا مصر تعامل معهم قضيوف هناك اكتر من تسعة مليون يعني ضيف في مصر مصر دائما تقف يعني مع الاشقاء وقت الازمات وسواء في ليبيا او في السودان او في سوريا او في غيرها وهذا جزء من المسئولية الحضرية الانسانية المصرية يعني في الوقت اللازل الغرب ودولة غربية التي تتشدد بحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنة العالمية يتعاملون مع اللاجئين كانهم مجرومين كانهم مزنبين يطلقونوا عليهم النار على الحدود يتعاملون في مخيمات يتعاملون كأنهم مزنبين بينما هم ضحايا للحروب التي اجاجها الغرب بينما مصر تقدم والتي وفق عليها الغرب والتي ساعد عليها الغرب بينما مصر والتي اذن بها الغرب مصر لم تكن مخيم واحد يتعاملها كضيوف يتعاملها بكل حقوق المصريين يعني رأينا في حرب غزة عندما مصر قدمت محارة طريق للانسانية صدرت محكمة العدل الدولية قرارات تدين اسرائيل او تطالبها باتخاذ اجراءات لمانع جرامل المدى الجماعية ماذا فعل الغرب عاقب المحكمة وقطع التمويل على الانروا هذا يعني سيس الانسانية وقطع التمويل على المنظمة تقدم الاكل والطعام للفلسطينيين والتشغيل بينما مصر قدمت المساعدات الانسانية وقالت للعالم ان هذا جزء من المساعدات الاخلاقية والتاريخية اللي كانت طبعا دعمها للشعب الفلسطيني المتواصل وانا كان الازدواجات الغربي انا في اعتقادي الفكرة الاساسية ان غياب السلام في العالم هو نتاج الازدواجية المعايير الغربي الغرب يشعر الصراع وامريكا لأسباب اقتصادية واستراتيجية أسباب اقتصادية في تنشيط مبيعات الاسلح فكرة عسكرات العلاقات الدولية يعني استخدام ما يسمى الفزاعات سواء في العالم فزاع الروسية الروسوفوبيا لتخوف اوروبا حتى يضغط على الاوروبيين لكي يزيدوا نتاج الاسلحة وسباق التسلح في هذا الموضوع بين المعسكر الغربي والشرقي كيف يتنافسوا في سباق للتسلح وكل هذا ضد السلام دكتور يعني بدنا نتوقف يعني الدولة المصرية تحملت الكثير ولدينا في الاردن الدولة الاردنية تحملت يعني ما لم تتصور على كافة المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية تحدثت عن الحدود المصرية الملتهبة من كل النواحي ولدينا في الاردن هناك ايضا تهديدات نتيجة الموقع الجيو السياسي وبالتالي الدولة الاردنية كتب عليها انها تستقبل اللجوء منذ تأسيسها سيد الكريم الآن مصر والاردن كان لهاتين الدولتين اكتر دولتين تحملت نتائج حرب غزة واكتر دولتين تحملت الالتهاب في المنطقة واكتر دولتين قدمت نموذج للتكافل والتضامن العربي ما هي الفرص المتاحة امام الاردن ومصر لدعم السلام الآن اولا مصر والاردن هي تمثل طيار السلام طيار الاعتدال الوسطية الاستقرار عن انحياز القانون الدولي احترام سيدة الدول عدم تدخل في شؤون الاخرين للأسف جزء من غير السلام في المنطقة الشرق الاوسط هو انك طيار التطرف الذي يقود المنطقة ويختطفها الى مربع السرع والحروب هذا الطيار متطرف على رأسي بالطبع اليمين المتطرف الذي يحكم اسرائيل الآن الذي دي هي مشروعات وامتلمزة كهانة اشعال الحرايق المحدثة في غزة في الضفة في القدس في مسجد الاقصى هم يريدون مخطط لاشعال الحرايق سواء في لبنان او غيرها هناك ايضا البلشات في المنطقة كل هذا الطيار والاجندات الاقليمية تسعى الى خطف المنطقة لمربع السرع مصر ده فلسفة تقول ان في السرع الكل خاسر هي تعطي الاجيال من التعليم تدمر مدن يعني انتيجة الحروب السرع ماذا هذا المنشد من المنطقة العربية اكبر منطقة في العالم مصدرة للاجئين والمهاجرين اكبر منطقة فيه مصدرة او يعني فيها حركات ارهابية وارهاب في هذه المنطقة بينما السلام اقل تكلفة بالعكس واكسر ربحية عندما يكون هناك تعاون واستقرار في الحفاظ على التعاون بين الدول والمناطق ولذلك مصر دائما بتسير في مسارين ومعها الاردن ايضا مسار تنموي في الدعم والتنمية وتحقيق التنمية اقصدية معه الى جانب مسار مجال التحديات سواء الارهاب او هذه الصراعات المشتعلة في المنطقة الان المصر والاردن تحملتها الكثير هناك الان صراع هناك من يريد جر المنطقة الى هذا المربع اشعال الحرافل خدمة اجندات طائفية اجندات دينية اجندات ايدولوجية مزعومة وهمية هناك من يريد تفتيت الدول العربية ويبقى هذه المنطقة دائما محل الصراعات يعني في الوقت الذي فيه العالم يسكت ويهدأ بينما المنطقة تشتاعد ومنذ العشرية السوداء منذ ما يسمى الربيع العرب وحتى الان المنطقة لم تشهد لحظة واحدة من الهدوء نجد حروب اشحراء في كل مكان هناك ازمات مفتوحة حروب اهلية تدخلات خارجية ثم يأتي هذا الاميل المتطرف منذ وصل للسلطة في اسرائيل ويريد اشعال المنطقة وبالتالي هنا مصر والاردن عليه يعني عبق وتحدي كبير اولا في الدفاع عن القضية الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني وتأكد سوابته واجهاض مخططات اسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية سواء بتهجير الفلسطينيين من غزة لمصر او تهجير سكان الضفة الغربية الى الارد مصر والاردن قدمت اكبر دعم انساني للفلسطينيين هناك تحرك على المصاري الدولي في دعم حل الدولتين ودقامة الدولة الفلسطينية